السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتسبح للمشاهدة الأعزاء لقناة عكم براهيم للعقرة اسمك الناس اليوم نقترح لكم عقرة من الفئة الكبيرة تتواجد في منزل تكون مسفلي والطابق الأول جهد الغرة في السطح العقرة اليوم ندرسه إمكانيا أنه ممكن أن نبيع كل شوق بوحدة وممكن أن نبيع كمنزل مستقل بالنسبة لهذه العقرة حالياً تتواجده الشقة التي تتواجد في الطابق الأول هذه العقرة تكون لنا من جوز صالونات سيجر ثلاثة الغرف مطبخ وحمام ومرحاض عفواً بخمسة الغرف نزل عندنا جوز الغرف في السطح إذاً عندنا بالنسبة لهذه العقرة التي تتواجد فيه في الطابق الأول ثلاثة الغرف في الصالونات والسجر وعندنا جوز الغرف في السطح بابك بوحدك باب مستقل وعندنا شقة في الطابق الأرضي هذه الباب وباب الفصل من نقل الزنقة الثمن المقترح هذا الشقة والمنزل كامل تبقى بـ 86 مليون إن شاء الله قابل للنقاش كما لاحظنا كما لاحظنا من الباب الفصل من اللي دخلناه لقينا الصالونات جوز الصالونات من بعد هنا تطلقوا السجر لو استدارت يبقى الصالونات مقرين بوحدهم وهنا في هذا الاتجاه الآخر القناة السجر وهذه اللقاء الغرفة الأولى اللي فيها البلاكار الغرفة الثانية احتيفها المريو والغرفة رقم ثلاثة احتيفها البلاكار ديال الحاد مع إمكانية ممكن أن هذا الشقة والمنزل يتباه بهذا الاتجاه بالنسبة لهذه الشقة لبناء ديال الحادث تقريبا مؤخرا للتبناء والصلحات وبالنسبة للشقة التي تتواجد التحت في السفلي البني ديالها والفينيسيون فيها فينيسيون عادية بني قديم بالنسبة لهذه الشقة كما لاحظون بالنسبة السراجم الاليمينيون السباقة بلاتينية القبس في الأرضية الأرضية بالفينيس لاحظنا أن الغرفة الأولى القنفة هي البلاكار أليمينيوم لدينا الغرفة الرقم جوج عبارة على غرفة المساحة كبيرة الغرفة بالنسبة بالنسبة الضوية لك بقصب المساحة كبيرة تقريباً المساحة لثلاثة الأمتار مطبخ ممتاز نطبخ هذا بالبلاكار الفوق والتحت الظروف خاصة أن الناس الذين استخدموا هذه البناية تعرضوها لبيع ثمان كما ذكرنا ثمان هوتا 66 مليون منزل كامل ونضع الاحتمالية الثانية أنه ممكن نبيع كل شقة بوحدة بالنسبة للطابق الأرضي هذا يبقى بالثمان ديال 30 مليون وبالنسبة اللي بغاء يقتني هذا الشقة التي تتواجد في الطابق الأول مع السطح ستبقى بالثمان ديال 42 مليون والثمان قابل للنقاش لا بغاء تقتني المنزل كامل التي يكون الثمان الذي هو مشجع بالنسبة لا بغاء كل واحد يقتني شقة هذا يكون الثمان لكن فيه واحد شوية ديال الفرق أو أن يكون جوج ديال الأصدقاء أو جوج ديال الناس من عائلة وهذا يبقى لي وقتني ويدخلوا عليه يبدو بهذا ثمان ويقسمه على حسب ثمان لنسبهم هذا المستوى صورنا لقينا على دخل الصالون لقينا الغرف والسجر الداخل وفي البداية ديالفيديو أرى كان الحمام والمرحاد مع طلعة ديالدرج ومباشرة هذه الدرج التي يطلعونا للصطح لكي نكتشفوه عندنا وعدة بمساحة كبيرة عندنا جوج الغرف هنا بالسطح عندنا هذا لكر الغرفة اللولانية تقريبا عندها المساحة التي ستعادل هذه المساحة الغرفة التي تقوم بالتصوار حاليا بالنسبة للمواقع توجدون من القرب من المصلة الحي التي تسمى ورقة أو الروا تقريبا لدينا هذه الشقة الثانية التي تتواجد في الطابق الأرضي الباب الفصيل الذي دخلنا منه مباشرة الثانية تقريبا الثانية 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 مع إمكانية أن تبدل هذا النوافيد من النوافيد لهم كبير لتعطي شوف و احتفر هذا العقار هذا بالنسبة للصميم الذين كانوا ساكنين في هذا العقار ستدخل من الباب الفصيل ستجد الصالون ومحادي له الغرفة الضياف الغرفة 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 ممكن لأن هذه العقار بمساحة كبيرة تنهضر إلى المياه و 50 متر تبارك الله مساحة كبيرة ممكن أن تعطي الشقق في الطابق الواحد كما تلاحظون بالنسبة لها هذه الميزة الأغلبية من الناس الذين يقتنونهم يقتنونهم مقاولين الذين يجدون مثلا هذا المنزل يقسمون على جوجة الشقق ويعطون الشقق مناسبة 20-25 مليون فإذا كانت عائلة التي تقتني هذا المنزل يأتي ثمن جدا مناسبة بالنسبة الطريقة التي تبيع فالعقر العدلي تتخلص كاش لا يكون الناس الذين يريد أن يكملوا السومة في البنكة فالنسبة للشقق العدلي يكون فقط فيهم تسجيل تحفظ الميلكية سالمة تتباع بجميع الوثائق كما لاحظنا من الدخلة مباشرة لدينا الصالون خاصة وغرفة لدينا هنا طوالات الإنسان الذين يريد استغل هذا المستوى في الكرة ويسكن في الشقق الفقانية ممكن مجموعة الاختيارات أو أنه يقسم السفلي علاج الشقق ويستغلهم في الكرة أو في السكن يبقى الاختيار كل واحد من بعض القناع طوال القناع الحمام هنا مطبخ بمساحة كبيرة بالنسبة للإصلاح تنسى القادوس للقناع في البلافون كما أذكرت لكم أن المستوى الحقاني حديث البناء التبناء وهذه الاصطلاسيون جديدة للمسائل الواد الحار أنه كان فيها تصميم تصميم موحدة آخر الممكن أنه يكون الفق هذا لشعطة مجموعة التغييرات من ما بينهم أنه كان هنا في وسط منها الدار يوجد كور وتحولت كور إلى جهة الطرفانية هذا يبنى شكل الرقعة التي تبنى في البلافون في وسط الدار كما أذكرت لكم حديث البناء بالنسبة لهذا العقار والمستوى للقناع الغرفة 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 سالون الغرفة رقم 1 هذه الغرفة نسميها رقم جوج الغرفة سيجور وسط الدار الغرفة ويوجد أخذ الغرفة رقم 3 هنا يبقى هذا المستوى المستوى ينفتح على الكور بالنسبة لهذه الشقة التي تتوجد في الطبق الأرضي لدينا فيها ربعات الغرف مطبخ صالون وهذا السجر والقلسة التي تحتمل من اللاكر بالنسبة لهذه الشقة تتبقى بالثمن ديال 30 مليون والشقة الفقانية تتبقى بالثمن ديال ممكن 40-42 مليون الواحد الذي يريد أن يقتني لمنزل كامل فتيبقى بالثمن ديال 66 مليون الناس المهتمين يتصلوا بشأن نتقلوا معهم لعين المكان ونكتشفوا معهم هذا العقار مباشر هذه الغرفة رقم 4 تتبقى بالنسبة لهذه الشقة فقط الخصائق بعد الإصلاح القليلة وبعد التعديلات بحل الشيسي بغافل لول الأبيض بشأن تزيد تنتص الإنراكتر وكان لدينا واحد لقطاع اللي كان في هذا الكور إلى التحيد أن ممكن الإنراكتر والشقة تكون بوحد الشكل اللي هو حسن فتنتمنى أن العقار اليوم يكون نال للرضا والإعجاب ديالكم كان معكم أخكم إبراهيم ما تنسوناش بالدعوات دومتهم في رعية له وإلى عقار آخر وشقة وأخرى حتى بالنسبة للناس اللي عندهم عقارات اللي بيع سوى أرض فيلا فيرما أو شقة فممكن قموا بمساعدة ديالهم في البيع ديال العقارات التي تيمتلكه بالنسبة للشقة وللغورفة رقم 4 عندها واحدة تعديل اللي هو وابسات وشارج عندها الباب في الكوروار ويبقى لمطبخ ليبر لأننا سنتقلوا لها من المطبخ عد سنخرجوا للغورفة السلام عليكم اشتركوا في القناة